طلاب الأعزاء يا بش حياهم سلام عليكم ورحمة الله يا رب تكونون بكل الخير والعافية وياكم أستاذ وسامة محمد التميمي إن شاء الله اليوم عدنا تكملة اليونت الثالث رح ناخذ اليوم الدرس الثاني الدرس الثاني بحالتين من الحالات الشرطية حالة الزيرو اللي هي الحالة الصفرية إضافة إلى الحالة الأولى الزيرو اللي هي الحالة النادرة هوية أساتذة وحتى يعني مدرسين بالمدارس يتجاهلوها لكن احنا من نتجاهلها وإنما نفهمها على مود نعرف أصلا ليش نتجاهلها أما الفيرست هي الحالة الشائعة اللي أنا تجيني هواية لذلك نبدأ على بركة الله هذا اللي سنتو من الكتاب هاي الصورة مالته وهالتفاصيل مال زيرو ومال فيرست مشروحات سوى داخل الكتاب احنا راح نكمل نجي على التفاصيل مال زيرو أولا قبل الزيرو هنا عدكم صفحة تقول بالملزمة طبعا ما أذكركم أنه يفضل تكون الملزمة عدكم هاي صفحة شو تقول أساسيات المضارع البسيط زين أستاذ أنا عندي حالة الزيرو وعندي إف الشرطية المضارع شنو دخل بالموضوع خوة سؤال لأن الحالة الزيرو والحالة الأولى تتعامل ويا المضارع البسيط اللهم حالة الفيرست الحالة الأولى يكون جزء من الجملة بالمستقبل إذن أنا منها أستنتج شغلة أنه أنا من عندي مضارع يعني من الجملة اللي تجيني بالوزاري وألقى بيها مضارع مثلا لقيت بيها does لقيت do لقيت بيها مثلا don't doesn't أو لقيت فعل بي اس الشخص الثالث فعل ما بي ing ولا ماضي لقيت ال is أو ال am أو ال r أول ما ألقى مضارع هستنتج فورا أنه أنا داءت عامل يا أماوية الزيرو أو يا أماوية الفيرست يعني بهذا الحال أستفاد أستاذ هتستفاد أنه أنت ستسقط الحالة الثانية وحتسقط الحالة الثالثة إذن هواية طلاب يعانون من هذا الموضوع لكن أنا أحاول أبسط الكيا أبين لك أنه أنت عندك مو أربع حالات بل كأنه عندك حالتين ليش لأن المضارع عائلة والماضي عائلة عائلة المضارع بيها نفرين بيها الزيرو وبيها الفيرست فأنا من تجيني جملة أول ما لمحط دلالة تدل على المضارع سواء ظروف تكرار أو بالأزمنة وأنا أعتمد على الأزمنة وما أعتمد كلش على ظروف التكرار لأن هذن نادرات قليليجا إذن أنا لقي الجملة الجملة بالمضارع زي المستاذ أنا وشتوني أعرفها مضارع هياتها قدامك أساسيات المضارع البسيط لذلك أنا مخلي هذه الأساسيات على مد أنت تفهم المضارع وتسيطر على إث الشرطية ياه منهن الزيرو والفيرست بالمثبت أنت عندك جملة فعلية هات جملة الفعلية بيها فاعل زاد فعل زاد تكملة الجملة الفعل يكون بيأس الشخص الثالث من أني عندي يأمال هي أو الشي أو الإت أو اسم مفرد أو يكون مجرد من عندك هذن الأساسيات اللي إحنا حافظيهن من زمان وهو يشارحيهن ومخضيهن بباقي المراحل لذلك موجد جيدات عليك زي المستاذ شنو هاي الظروف ما لتكرار الظروف هذن تدل على المضارع مثلاً هذا النفر أيضاً تجوية الماضي لكن بنا نعتمد على ذني أكثر اللي قبلها أما هذا عندك جملة اسمية مثل هنا هيكون عندك مثلاً يجأ عندي الإز أنا من الإز هعرف فوراً إنه أنا عندي مضارع وأنا من عرفت عندي مضارع عرفت أنا عندي يأمر حالة zero أو يأمر حالة الأولى وأنا أقول لكم أنتوا عندكم الحالة first لأني zero من الحالات النادرة جملة منفية تجي عندك الdoesn't أو تجي عندك الdon't أو الisn't أو الarent يعني لني بديهيات أنتوا ما أخذيهن سابقاً ملاحظة عند صياغة السؤال في جميع أزمنة اللغة الإنجليزية كل المطلوب هو تقديم الفعل المساعد على الفاعل يعني شنو؟ يعني أنت عندك ده تصيغ سؤال أنت من ده تسوي سؤال باللغة الإنجليزية شح تسوي؟ حجي بالفعل المساعد ومن ثم الفاعل على مو تتكون عندك الجملة الاستفهامية زي الأستاذ هذه المعلومة شنو دخلها ويا الـ F الشرطية تفيدك من عندك جملة منتهية باستفهام فأنت لازم تعرف أنه هتخلي الفعل المساعد أول مثلا أقول على سبيل المثال هو معلم He is a teacher من أقول هل هو معلم راح أقول Is he a teacher؟ إذن أنا قدمت الفعل المساعد على الفاعل وهنا يعدنا الجملة الاستفهامية What does he play every day؟ سؤال اعتيادي Where does he play every day؟ يعني أمور بديهية جدا هذا يعني مقدمة بسيطة وسريعة فيما يخص أساسيات المضارع البسيط أنا مدى أركز كلش عليهم لأن أنتم أخذيهم وهنا قبل شرحيهم أكثر من مرة لذلك موجد إيدات علينا هسا نجي على لب الموضوع الحالات الشرطية هنا أنا أني حاليا نظرة شاملة لأشوفك شنو معنى الحالات الشرطية وأصلا شنو معنى هذا الـ F F معناها إذا أو أحيانا لو وهي عبارة عن أداة شرط تستخدم لربط جملتين حيث بالإمكان وضعها في بداية الجملة أو وسطها ولها أربعة حالات إذا جاءت F في وسط الجملة فنضع العبارة الرئيسية في بداية الجملة هذا الكلام حاليا ستشوفه يدوق لذلك نقيسه على المثال قبل ما نجي على الأمثلة أصلا ركزوا لي على هذه الأربع حالات حالات F الشرطية أولا حالة الزيرو واللي حناخذها اليوم أدنا الحالة الأولى أيضا ناخذها اليوم أما الحالة الثانية اللي هي السكند والحالة الثالثة الثيرد هذا اللي نجيهن بعدين زينا أستاذ شنو الحالة الثالثة وشنو رقم أربعة هنا أربع حالات واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن الاسم ما لتنهاي اسمها زيرو فهذا اللي خربطت عندي التسمية كلها زينا أستاذ هذا ليش يسمها الحالة الصفرية ليش يسمها زيرو لأن تعتبر خالية من الشرط وهذه راح نجيها بس انتظرني شوية الجدول لقدامك هذا جدول بسيط يبين لك تقسيم حالات F الشرطية احنا عندي هذه الحالة الزيرو والفرست هذني خوات من بيت واحد ليش؟ لأنه إذا تلاحظ جملة الشرط بالمناسبة من تسمع شيء اسمه جملة الشرط معناها الجملة اللي تجيك بعد ال-F وستكتب ليها خلي شوف تدلل عندك هذه ال-F هنا لنفرض جتني بالبداية اللي بعد ال-F الجملة اللي ورا ال-F دائما تكون يسموها جملة الشرط الجملة الشرطية فارزة جتني من ناية جملة أخرى اللي هي جواب الشرط أو يسموها أيضا الجملة الرئيسية هتلاحظ أنت إنه بيت أبو المضارع الجملة الشرطية هتكون عندك بال-Zero مضارع وبال-First أيضا مضارع لكن التغيير حيصير وين؟ حيصير إنه جواب الشرط بال-Zero عندك مضارع بينما بال-First عندك مستقبل باستخدام ال-Will لذلك أنا ش قلت لكم قبل شوية؟ قلت لكم هذني خوات هذني من بيت أبو المضارع لأن أنت من جدتك جملة بالوزاري والجملة بيها ال-F أنت لقيت ال-F هتعرف فورا أنه أنت تتعامل ويا هذا الموضوع الموضوع مع الحالات الشرطية إذن أنت بهذا الحالة هتباو على الجملة حتى تعرف الزمن مالتها أول ما لقيت الزمن مضارع هتعرف فورا أنت عندك بنسبة 5% حالة ال�-Zero وبنسبة 95% الحالة الأولى وأنا أنصحك هتحل باستخدام الحالة الأولى اللهم إلا إذا جدتك بحالة نادرة جدا وهذا نجيها بعدين ويا التمارين أو بالأحرى بالوزاري الجدوى الآن هذا اللي هنا يمثل لك الجملة الشرطية وهذا اللي هنا يمثل لك جواب الشرط إذن هتلاحظ ويا الزيرو أنه أنت عندك مضارع بسيط المضارع بـ I, U, We, They إذن وياها الفعل مجرد أو هي شيئة وياها نأس الشخص الثالث ويا الفعل أو لربما جملة اسمية بها فعال مساعدة Am, is, are ويا الاسمية ودو والداز ويا الفعلية وهذا أن الدو والداز يأما ويا النفي أو يأما ويا تكوين سؤال جوابي الشرط نفس الشيء مضارع مضارع الحالة الأولى عندك منا مضارع نفس الفوق بالضبط بينما جوابي الشرط لا صار مضارع شرطي يعني أنتوا حفظوه كأنه مستقبل أنت عندك الـ will والمي والكان ما لك علاقة بيهن أنت استخدامك الـ will لعدة استاذ يكو كاتب المي والكان هذن موجودات بالكتاب لكن بالوزاري ميجن لذلك أنت اعتمادك على الـ will أما تكملت الجدول بالعائلة الثانية اللي هي بيت أبو الماضي وأنا سميتهم بيت أبو الماضي هل أمود أنت من تجيك جملة بالوزاري أو المالي قيت أكو دلالة مع الماضي مثلا فعل B.E.D. أو فعل شاد أو عندك الـ was أو ال-war هتعرف فورا أنه أنت تتعامل يأما ويا الحالة الثانية أو يأما ويا الحالة الثالثة يعني لا الزيرو ولا الفرست ما تتقرب لهم خلاص تسقطهم من بالك أنا هذا اللي أريد أن أصله وياكم أعرفكم أنه أنت عندك بيتين كل بيت بين أفرين بيت أبو المضارع وبيت أبو الماضي وانت حتميز الجملة من الزمن ومن بعض الدلالات اللي حنأخذها إن شاء الله بالتفصيل هذا الشرح والكلام اللي حشيته كله هو عبارة عن نظرة شاملة لسه راح نجي نختص أولا ويا الحالة الشرطية الصفرية خلي بالك شغلة الحالة الشرطية الصفرية بسمها صفر لأن تعتبر خالية من الشرط جلال أستاذ يعني شنو خالية من الشرط وهي أصلا بيها الاف خلص سؤال أجاوبك عليك ما أطول أنت عندك مضارع معناها أنت تتعامل ويا حقائق أو أمور روتينية والمضارع يستخدم ويا الحقائق والحقائق ما مستندى على شروط خلص أمور بديهية لذلك نسميها حالة صفرية زي نفسيات سؤال لأخ ليش هذه الحالة نادرة وليش الأساتذة أو بعض الأساتذة أصلا ما يشرحوها وبالمدارس حسب طلابي قالولي إنه أصلا أكو أساتذة ما يتقربوا لها خلاص لأن الحالة الصفرية بالإمكان إنه تنحل باستخدام الحالة الأولى ليش؟ لأن أنت من عندك حقيقة هذا الحقيقة بالإمكان إنه تربط باحتمالية يعني شلون؟ أقول لك إذا تدرس بجد راح تنجح بنفس الوقت هي احتمالية يأما تصير يأما ما تصير فراح نفهم إنه حالة الشرط الصفرية وحالة الشرط الأولى هذن اثنيناتهن هيكون يعني مربوطات مع بعض لذلك أبو الوزاري ما يتقرب هلقد من حالة الشرط الصفرية باعتبار يميلون إلى الحالة الأولى لأن أنت عندك تغيير يأما مضارع والمضارع وياه مستقبل الطالب حيدوخ أكثر فتكون بها صعوبة أكبر وتحدي أكثر لذلك يستخدموها أما السبب الآخر هو منذب اللوم كله على أبو الوزاري هو أصلا من منهج مالتك بيتمرين واحد وياه هذا الموضوع وهذا التمرين عبارة عن توصيلات أصلا وياه الحالة الزيرو فخلي هذه النقطة ببالك خلي نجي نقرأ الموجود بالملزمة علموا نفهم أكثر الحالة الشرطية الصفرية الزيرو تعبر هذه الحالة عن الحقائق والأحداث التي تحصل بشكل ثابت أو روتيني وكذلك الأحداث الحقيقية بالمناسبة تسمى بالحالة الصفرية لأنها خالية من الشرط يعني صفر شرط زيرو كينديشنال ملاحظة الجملة الشرطية مكونة من جزئين هذا التوى شرحنا قبل شوية اللي هو قلنا جملة الشرط اللي هي الف كلاس وعنده جزء ثاني اللي هو جملة جواب الشرط أو الجملة الرئيسية اللي هي المين كلاس بالزيرو هذه مضارع وهذه مضارع بالحالة الأولى هذه مضارع وهذه مستقبل ملاحظة ثانية يمكن أن تأتي جملة الشرط في بداية أو في وسط الجملة نعم قلنا هذا الكلام ثلاثة إذا تجي بالبداية فلازم يكون أكو فارزة بين الجملتين كاتب لك هنا مثل ربط الماضي المستمر والبسيط بالوحدة الأولى أنا هنا أضعب لك مثال باليونت الأول ربط الماضي المستمر والماضي البسيط وهي الاند والوين والوايل والأز على مدى أبين لك حتى تظل الفكرة ببالك إنه من جتني الأدوات بالبداية الجملة ستكون وراها ثم فارزة ثم جملة نفس الشي هناية من تجي الـ بالبداية هيكون وراها جملة هذه الجملة وراها فارزة ومن ثم جملة أخرى نكمل طبعا هذا المستطيل اللي قدامكم هو بها القاعدة F زائد جملة الشرط مضارع بسيط فارزة مضارع بسيط أيضا اللي هو جواب الشرط أو فيما يسمى أيضا الجملة الأساسية أو ممكن تجيك الجملة الأساسية أو جواب الشرط بالبداية الـ F بالنصف ومن ثم وراها جملة الشرط اثنين هم بضارع بسيط أمثلة هذا أني أمثلة موزاريات مثلا If water reaches 100 degrees It boils إذا وصل المي إلى درجة 100 حيغلي إذن أنا عندي حقيقة علمية فبهذا الحالة ما أعطوا الآن عندي حقيقة علمية استخدمت حالة الزيرو باوع If water reaches إيس الشخص الثالث لأن المي مفرد 100 degrees فارزة It boils خليت S لأن أنا عندي الإت If you eat a lot You gain weight إذا أتاكل هواية تسمن أنا إذا أتحدث عن حقيقة نفس الجملة هذه إذا أقول للشخص يا بيت أرد أتاكل هواية حاتسمن عادي بيحول على الحالة الأولى هقول If you eat a lot You will gain weight نكمل نجي على التمرين أي من كتاب النشاط هذا التمرين اللي هو match The sentence halves and complete The sentences هذا كومة where necessary طابق الجمل مع نصفها الآخر لإكمالها بشكل سليم يعني بين قوسين أنا عندي توصيلات ويقول لي خلي فارزة عند الضرورة I can't get to sleep ليس بمقدوري النوم نجي على الاختيارات طلاب أحنا حاليا دنحل وفق المعنى لأنني حاليا ما أقدر أستخدم مقياس المضارع لأنه الموضوع أصلا ديحشي لي على حالة الزير لكن بالوزاري أنت كن على ثقة أنه راح يجيب لك مثلا أكثر من جملة لو صيلات واحدة من أدهن راح تكون عندك باستخدام في الشرطية سواء كانت حالة الأولى أو الثانية أو الثالث لكن غالبا يركز لك على حالة الزير ليش أستاذ يركز لك عليها لأن هذا التمرين أصلا هو توصيلات وهذا الموضوع ما يجيب الكياه القدوية لقرامارغ فيجيب الكياه أكثر روية لتوصيلات فإن جدتك أنت حتباو على الأزمنة يعني نرجع على رقم واحد باع على الجملة I can't لقيت ال can't ال can't مضارع إذن أنا ما طول لقيت مضارع حرجع أدور على الجملة يكون بها مضارع أنا حاليا الحالي عندي ال B تمام حتباو على ال B حتلقى if I drink مضارع عندي ال I وعندي ال drink فعل مجرد ومن ثم تكملت الجملة إذن أنا بالوزاري قست على الأزمنة لكن حاليا بالتمرين أنا الأزمنة كلها من الطابقة لأن كل الجملة اللي قدامكم هي عبارة عن حالة الزيرو فبهذه الحالة أقيس على المعنى فأني الجواب حيكون عندي ال B اثنين if I lend my brother CDs إذا أقرض يعني أنت الأخوية الأقراس المدمجة ش هي سوي حاختار ال C he always loses them بس هنا أنا عندي دلالتين الدلالة الأولى هي ظرف التكرار always والدلالة الثانية هو الفعل اللي B is الشخص الثالث إذن أنا بالوزاري حقيس وفق هذا النهج أما حاليا لا ولا تأذرني هنا أنا حاليا راح أقيس على المعنى ثلاثة if you work in marketing إذا تشتغل بالتسويق نختار وياها ال F your job is to encourage people to buy وظيفتك تشجع الآخرين على الشراء هنا عندك دلالة على وهي ال is ال is دلالة واضحة وضوح الشمس أعتمدها أنا بالوزاري على مودة قيس به الزمن ما الجملة أربعة if you are good at languages إذا أنت زين باللغات نأخذ من ناية a D you can be un interpreter أنا الدلالة مالتي هي الكان لأن مضارع خمسة وستة وسبعة هذا أن يكون عليكم الآن باوع خلص خلصنا لحالة الزيرة باوع أنا أوعدك أن هذا الفيديو ما تطلع منه إذا لم تفاهم الموضوع مية بالمية وتجيب بي درجة كاملة بإذنه تعالى بس خلي يمك ورقع وقلم وكون الملزمة يمك أول شيء أنا لازم أفهم شن المقصود بحالة الشرط الأولى باوع تستخدم للتعبير عن احتمالية حدوث أو وقوع حدث في المستقبل المستقبل يأتي مع جواب الشرط اللي هو ياهو ما بعد الفارزة أو قبل الأف يعني إذا الأف بالنص قبلها جواب الشرط وإذا الأف بالبداية عندي أنا فارزة بعد الفارزة يكون عندي جواب الشرط أو ما يسمى بالجملة الرئيسية صفحة 17 هالتفاصيل اللي هنا كاملة من الكتاب لكن أنا أنصحكم تعوفوها تدرون ليش لأن بالوزاري باع شوف أدكم هنا رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هذن كل هن حالات ممكن يجن عندي ويا جواب الشرط لكن بالوزاري كل هن ما يجن تجيك بس رقم واحد اللي هي الويل والوونت اللي عليها هذا المثال إذا تنجح what will you do next year اش راح تسوي السنة القادمة إذن أنا من أجي على فهم هذا الموضوع ده أشوف أنه شخص ده يسأل شخص على احتمالية إذن نجح اش راح تسوي بالسنة الجاية إذن أنا هذا الموضوع الحالة الأولى تستخدم مع الاحتمالية سواء سواء هذا الاحتمالية ممكنة تصير أو غير ممكنة ما تصير عادي لكن هي غير مستحيلة أما التفاصيل الباقية فما لك علاقة بيهن لأن بالوزاري ما تجي يعني مثلا باوع عندك من ناية استخدام المضارع المستمر ويا جواب الشرط فيما يخص الحالة الأولى ما يجي أو تجيك ما يجي الكان قليل كل يش تجي الميت أو الشد أو أمر كله ما يجي تجيك الويل أو الويل نات وحتشوف بنفسك بالوزاريات هتقول إيه والله استاذ كلامك صح مية بالمية لذلك حاليا هذا نتخطع الشرح اللي هنا هاي ملاحظة مهمة بصفحة 18 الملاحظة تقول بالإمكان أيضا استخدام unless unless معناها ما لم بدلا من ال if not طبعا أنا باللغة الإنجليزية أكيد ما أقول if not وأنما لازم ال if زائدا وي هيكون عندي فعل مساعد لكن كفكرة إنه unless هي للنفي زي نستاذة أني هذي شون أستخدمها أطمعا انت هذه ما تستخدمها انت هذه فقط تستخدمها كدلالة يعني يعني كيف تجيك جملة we won't see the mountains unless we go to the north إذن أنا من كلمة unless هأعرف إنه هذه الجملة هي الجملة الشرطية وهذه الجملة هي جملة جواب الشرط فأنت فقط تفهمها لكن ما راح تستخدمها استخدامك الوحيد لأنلس هو كدلالة على متعرف إنه الجملة اللي عندك يا فلان ابن الفلاني ترى هذه الجملة هي جملة شرطية خلي نكمل الأمثلة على متنفهم ال unless شلون مستخدمة بعوة unless we study ما لم ندرس we will fail in the exam يعني إذا ما ندرس راح نرسب بالامتحان أو you won't lose weight أنت ما راح تخسر وزن unless you eat healthy and go to gym ما لم تتناول طعاما صحيا وتذهب إلى الصالة الرياضية أو you cannot play video games unless you finish your homework أنت ما تقدر تلعب للعاب الألكترونية ما لم تنهي واجباتك أو فروضك المنزلية الطريقة الثانية ما نحتاجها لأن غير وزارية أسعد لعشاكم بقيها نفس الجواب ما القبل شوية على مود ملزمتي تكون متكاملة نكمل الطريقة الثالثة نفس الشي ما نحتاجها لكن آن نبقيهن من باب الأمانة والمصداقية بملزمتي هنا عندي ملاحظة مهمة جدا في صفحة 20 ركزت لي بيها كل الزين شوف المثال الآتي هي بي البي بين أقواس ليت إيش عندك هنا عندك الاف بهاي الجملة يعني هذي الجملة الشرطية أوكي الملاحظة شو تقول بكل بساطة إذا عندك هذا البي موجود وية جملة جواب الشرط معناها خلي إلى الويل فصير ويل بي يعني هذا فعل أساسي بينما من تلقى عندك البي جملة الشرط الجملة الشرطية جملة أم الإف معناها هذا فالمساعد فإذا بهذا الحالة هباوة على القطار The train مفرد له جمع وأستاذ مفرد إذا نخلي الإز هسا خل نقرأ الملاحظة إن وجود بي بين الأقواس في جملة إف الشرطية جملة الشرط هو دلالة على الأفعال المساعدة الثلاثة أم إز أر أما عند وجود البي مع الجملة جواب الشرط الجملة الأساسية فإنها ستبقى على حالها وتستخدم كفئة الأساسي بمعنى يكون وبما إنه آني دات عامل ويا الحالة الأولى معناها راح أضيف الويل فالصير will be بمعنى سيكون هذه جملة محلولة مثال ثاني هنا جتني بي مرة وحدة we will be safe if we put our seat belts on أيضا جتني مرة وحدة هذه الأخيرة أم خليلكم إياها آني بدون ما حلها لذلك يلا حلوها وقفوا الفيديو وحلوها إذا قلتوا علي will be annoyed فهذه صح إذا قلتوا علي is be annoyed فهذه غلط هنا صير عندي علي will ليش خلت هنا يا الويل لأن عندي الif موجود هنا فاللي كابلها معناها جواب الشرط واللي بعدها هو الجملة الشرطية إذن هذا البي الثانية أنا عندي جاب interview مقابلة عمل مفرد فيصر عندي هنا is التمرين من كتاب النشاط صفحة 53 complete the sentences in the first conditional أكمل هذه الجمل باستخدام حالة الشرطة الأولى بالمناسبة edited activity هذا تمرين نشاط معدل تمرين آنم غيرة مثل ما أنتو تعلمتوا على طريقتي أنه آن التمرين اللي حاسة تمرين نشاط أغيرة بطريقة وزارية بها تستفادون من عنده خلي نجي على النقطة الأولى if I do really well in the exam إذا أنا يعني أبلي بلاءا حسنا في الامتحان my father buy me a gift إسه أنت تجي تطبق الخطوات اللي لازم نسويها بالوزاري إسه نجي بالمفيد أول شي تسوي تحاول تلقى الأف أول شي شي تسوي تلقى الأف هتباوع راح تلقى عندك الأف هنا حلو هذا الأف شوف لي يا جملة أم الأقواس يعني يا جملة اللي مطلوب منك تحلها مطلوب مني أحل الجملة هاي إذن هذه الجملة محلولة خلص إذن أنا راح أباوع على الجملة المحلولة أفشوف الزمن مالتها عندي أنا جملة ال-f يعني الجملة الشرطية محلولة وبيها ال-do يعني أنا عندي مضارع فبهذه الحالة معنى أنا دات عامل وهي الحالة الأولى زين أستاذ أنا شلون أعرف أنا دات عامل وهي الحالة zero ممكن أنا الجملة اللي عندي حالة zero خلي بالك أنت عادي تقدر تحلها بال-zero بس ما يصير بهذه الحالة باوع من تجيك جملة بهذا الشكل جزء محلول وجزء غير محلول شو تسوي؟ هتباوع لقيت عندك الجملة الشرطية اللي الجملة تكون بالمضارع محلولة فمن تلقى عندك الجملة الشرطية أم المضارع محلولة معناها الفراغ اللي هنا هستخدم ويا جوابي الشرط ويا الحالة الأولى فراح أخلي ال-will مثال ثاني if you want to work in the media you فراغ be famous in no time يلا أول شي نسويش نحدد نحدد ال-f هذه ال-f اللي قيناها حلو محلولة يا أستاذ محلولة إذن أنا ش أندي أندي هذه الجملة الثانية أم الفارزة اللي هي جوابي الشرط غير محلولة وعندي أنا بيها ال-be أوكي الجملة الأولى الجملة الشرطية باوع لي عليها شنز من مالتها if you want عندي ال-want مضارع أستاذ حلو زياني شلون عرفت مضارع والله أستاذ بكل صراحة يعني هي ال-want هنا مجردة وما بيها لا إيدي ولا أي شي صح جوابك صح مئة بالمئة إذن أنا داءت عامل وهي الحالة الأولى ثلاثة if my parents can afford it إذا أهلي قدرون يتحملون تكاليفة I فراغ be very happy سأكون سعيدا جدا فباوع على الجملة عندي هذا ال-if منها عندي ال-can إذن الجملة الشرطية بالمضارع فالجزء الثاني من الجملة هيكون عندي بالمستقبل I will be أربعة if I farag not get a place at the stadium I farag be very upset واستاذ يلا هذي شلون عادي تلقى عندك جملة وهذه الجملة الطرفين اللي بيها هي غير محلولة يعني منها غير محلولة بجواب الشرط وأيضا جملة الشرطية غير محلولة هيش النوع من الجمل هلها دائما باستخدام الحالة الأولى زينوا استاذ شلون إذا أجاب لي هيت جملة مثلا بالحالة الثانية إذا أجاب لك هيت جملة بالحالة الثانية هيخلي لك مثلا تلقى الدلالة مع الماضي خلي نقول last night أو مثلا yesterday أو مثلا last week لازم يخلي لك دلالة ماضي إذن أنت جدتك هيت جملة ركز من جديد الجملة الشرطية ما محلولة جواب الشرط أيضا غير محلول وما بها أي دلالة مع الماضي إذن ما طول أنت ما عندك دلالة الماضي معناها أنت تتعامل الحالة الأولى من ما عندك أي دلالة زمنية فراح أقول if I don't get a place at the stadium I will be الباقيات يكون أنا عليكم عندي حاليا التمرين بي من كتاب النشاط هذا التمرين أيضا مهم جدا جدا بالوزاري تمرين مهم أولا if I فراغ not pass the high school exam this year I فراغ take it again next year إذن أنا ألاحظ بهذه الجملة أولا الجملة الشرطية بالبداية وأنا أندي منها فراغ بفراغ طبعا هذا الجمل بالوزاري يجيب الكياها جزء منها محلول فخليك مطمئن أنت حاليا بتتعامل ويجمل من الحالة الأولى لكن أنا أيضا أنطيك دلالة إضافية أنهم تجيك جملة بها فراغ بفراغ وما كو أي دلالة تدل على الماضي تحلها باستخدام الحالة الأولى فمن الجاوب راح أقول if I don't pass طبعا خليت don't لأن عندي I I فراغ take it again next year I will take it بالمناسبة هذا التمرين بالوزارة تحل فقط الفعل ما كو داعي تعيد الجملة كاملة من الصفر حجي باناتنا اثنين if she doesn't apply if she doesn't apply هنا استخدمت المضارع لأن عندي الجملة الشرطية جواب الشرط of course she عندي not get يعني نفي فأجيب الwon't الwon't معناها will not لكن هذا هو اختصارها فلازم انت تحفظها بهذا الشكل على فكرة كل ما تلقون كلمة scholarship تستخدمون الحالة الاولى وايضا كل ما تلقون الفعل apply هو ايضا دلالة على استخدام الحالة الاولى لأن انت حتقدم على منحة دراسية او على وظيفة فبهذا الحالة اكو احتمالية يا اما تصير يا اما ما تصير ثلاثة if anyone فراغ need advice about their application forms اي فراغ be here tomorrow to help طبعا هنا يا انا عندي دلالتين الدلالة الاولى هي application forms معناها استمارات التقديم اما الدلالة الثانية هي tomorrow والتي تدل على المستقبل فراح اقول if anyone needs اما الفراغ الثاني i will be here باقي الجمل راح تكون عليكم عندي بعض النماذج الوزارية ناخدنا كم نقطة على ما تفهمون الوزاري وتطمئنون مثلا اولا if you want to work in the media you get well paid باوع هذه ال if الفعل want مضارئ اذا انا اذا انا اذا اتعامل ويالحالة الاولى انت راح تحصل يعني فلوس زينة اذا يعني اكو احتمالية في حال انت اشتغلت بمجال الاعلام الصيغة تقول correct the form of the verb من تلقى عندك the form of the verb يعني تحل الفعل فقط فراح اقول will get اثنين if my plane not leave on time i'll miss my connection this afternoon ايضا قال لك correct the form of the verb انا اول شي احدد ال if هذا ال if محلول لا استاذ ما محلول اباوه على جواب الشرط محلول نعم استاذ بيش محلول بال i will مستقبل اذا راح اقول if my plane طيارة واحدة مفرد doesn't leave ناخذ مثلا رقم مثلا 15 لا على التعيين if anyone need advice اتوحل هنا غير صدفة نجي مثلا على 16 if you apply for a job you probably get it correct the form of the verb هنا انت عندك احتمالية اللي هي كلمة probably probably معناها من المحتمل اذا اول ما تلقي هذه الكلمة اضافة الى عندك ال apply اذا هذا اني دلاء للحالة الاولى فراح اقول if you apply for a job هذا محلول الجزء الثاني you probably will get it نكمل نجي مثلا على 2021 if you are offered a place at Carnegie University you accept it وعندك مننا علامة الاستفهام حتباوع تلقى ال if عندك محلولة you are لقيت ال are مضارع اذا انا دا اتعمل وهي الحالة الاولى بالمناسبة كل ما تلقون كلمة university اذا انا دا اتعمل وهي الحالة الاولى فاش راح اسوي هنا هحولها الى سؤال فراح اقول will you accept it فقط طبعا طلاب الى اعزاء وصلنا الى نهاية الدرس اليوم اذا كان درس مفيد فاللايك هيدعمني هيفيد القناة وما راح يضرك اضافة الى مشاركتك لهذا الفيديو على مدد فيد باقي الطلاب ولا تنسون على مدد حصلون على تجربة متكاملة بمتابعة المنهج ويايا انصحكم جدا وبشدة تاخذون الملازم الملزمة متوفرة في مكتبة الرضوان اديالة بعقوبة الجديدة شارع الطابو امام دائرة الكهرباء وهذا رقم المكتبة او بالامكان طلب الملزمة من تطبيق مكتبة التفاصيل في اسفل وصف الفيديو واللي حبي يسجل ويايا بكورسات اللغة الانجليزية لطلاب السادس الاعدادي يقدر يتواصل ويانا على الرقم التالي عن طريق التليقرام فقط هذا هو اذن 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 اعطيك جيد اعطيك شكرا